دائما الحاكم الدكتاتور بيفترض او بيحب يطفي كل النور ويعايش شعبه في فقاعة كده زي كوريا الشمالية ما يا كوريا الشمالية عايشة في فقاعة كده لوحدها بعيدا عن الكوكب السيش عايز يعمل الحركة دي هو فاهم ان الشعب بتاعه ما بيمسكش الموبايل كده وفي ثانية يدخل على كل وسائل الالام لانه وببساطة بعد المجود في الطابل والزمر والاورداتية للمسرحية الفشلة دي بتاعت انتخاب السيسي وبعد ما انشطات الصحف الفضيعة وبعد ما قدحوا زنات فكر الجماعة بتاع التوكشو برضو للأسف المسرحية ما كيتش مقنعة للعالم والصحف والوكالات العالمية اللي بعتوا مرسلينهم يرصدوا اللي حصل شفوا الصورة على حقيقتها تعال بقى وريكم شكل انتخابات دي قدام العالم بعد المسرحية الفشلة اديا سيدي في عيون الصحافة نيويورك تايمز الامريكية قيتلك السيسي رئيسا مصر الولايات تالتة رغم السوق ادارته على مدار عشر سنوات جعلت المصريين غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة ده نيويورك تايمز الواشنطن بوسط قالت مودة جديدة للسيسي في حكم مصر التي اوصلها لحافة الهوية والاقتصاد في ادنى مستوياته واسعار السلع والفقر ارتفعوا الى عنان السماء فرنسا 24 بتقول فوز السيسي بولاية تالتة ومصر تواجه اكبر ازمة اقتصادية في تاريخها وعملة فقدت خمسين وستين في المية فقدت خمسين في المية وستين في المية من المصريين حول خط الفقر بلومبرج قالت السيسي يفوز بمدة جديدة مع انخفاض للجنيه والمزيد من مبيعات الاصول وارتفاع الديون الى مية خمسة وستين مليار دولار وهو احد اعلى المستويات وكالت ريترز قالت السيسي الولع ببناء الجسور يفوز بولاية تالتة بعد صحق المعارضة من خلال الاعتقالات والاعدامات بعد تجربة ديمقراطية لفترة وجيزة والنبي حطها لي جنبي كده هنا كده جنبي لا هنا هنا ايو حطها لي جنبي هنا كده اه جنبي هنا كده عشان بس ايه تعرفوا العالم بيقول عليه ايه برة يا حكيم ريترز برضو عميلة بتقبض نيويورك تايمز اخوان الواشنطن بوست اه بتقبض من المخابرات الانجليزية البلون بيرج بتاخد بالجني سترليني ده منظرنا في العالم برة ده خلاصة عشر سنين حكم السيسي المغفل يفضل مغفل لانه بيربط الوطن بشخص وده اللي حصل مع عبد الناصر وده اللي حصل مع السادات وده اللي حصل مع مبارك وده اللي بيحصل دوقتي مع السيسي ده انت كيف نظر العالم لانتخاباتك وللسيسي الاربع جرائد دول النيويورك تايمز فرنسا 24 الواشنطن بوست البلومبرج الرويترز بيتكلموا عنا كده عن السيسي وعننا كده عشان بس ايه الكلام ده قلناه هنا في مصر النهاردة فتقال علينا ان احنا اخوان اصلوا بيقبضوا اصلوا عملاء اعلام معادي دول بقى اصلوا عندهم طار مع السيسي دول عندهم طار مع السيسي دول اخوان دول اعلام معادي دول متخلفين ده لا من ديني ولا من دين السيسي ولا بيعرفوا عربي ولا ليهم سابق معرفة ولا على فكرة في مصدعاتهم يكتبوا الكلام ده الامر وصل ان الغرب بيقول ان السيسي زل المصريين بالازمات الاقصادية وده اللي قاله نائب مدير معهن التحرير لسياسة الشرق الاوسط فضل يا بي خش على الاستاذ تيموسيكالدست نائب مدير معهن التحرير لسياسة الشرق الاوسط فترة رئاسة السيسي باكملها كانت عبارة عن سلسلة من الازمات الاقصادية وهي ليست مجرد صعوبات اقصادية بل ازلال لا وبينما يحدث كل هذا يراقب المصريين النظام وهو يثري نفسه المصريين المسدولين بيرقبوا النظام وبيغتني ده السيسي عامل حلاوة في وشه اه بص على وشه النهاردة وبيرقب الناس بص التخن والحاجات